تضيق شوارع مدن العراق بلافتات المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة كما ضاق الصدور الكثير من العراقيين بالواقع المترد يوما بعد آخر كما تقول الوقاع على الأرض في البصرة كما في باقي محافظات البلاد يزداد الصراع الانتخابي ضراوة بالتوازي مع قرب موعد الانتخابات لكن لهذه المحافظة ووفقا لتطورات وضعها منذ الاحتلال خصوصية ورقة العشائر وملفها الساخن هو الحلقة الأخطر في التنافس الانتخابي بالبصرة فالمدينة عانت ولا تزال من صدامات عشائرية مسلحة تحيل المدينة إلى ساحة حرب مفتوحة لا تستطيع حتى قوات الجيش الحكومي التدخل لفضها وبناء على هذا يخشى من جر العشائر إلى الصدام فيما بينهم لا سيما وأن لكل عشيرة أكثر من مرشح وتاريخ طويل من النزاعات المسلحة ويتنافس بالبصرة أكثر من خمسمائة مرشح لشغل خمسة وعشرين مقعدا مخصصا للمحافظة في البرلمان ضمن أربعة عشر كيانا وتلافا مشاركا في انتخابات تقام أغلب دعاياتها وأنشطتها داخل مضافات العشائر التي بدأت تلعب دورا مهما في المحافظة خاصة في السنوات العشر الماضية وهذا ما لاق انتقادات عديدة فعضو مجلس المحافظة أحمد عبدالحسين اعتبر زج العشائر في الحياة السياسية ظاهرة غريبة على البصرة فالمدينة معروفة بتوجهها المدنية ولعل تلك المخاوف يؤكدها فشل العديد من محاولات لجان عشائرية تصفير المشاكل بين تلك القبائل التي تستخدم في صراعاتها أسلحة ثقيلة تفوق ما يمتلكه الجيش والشرطة بحسب مسؤولين في البصرة وبينما يظهر ساسة العراق الجديد الانتخابات بمظهر بداية التغيير ودرجة النجاح الأولى يكشف الواقع أنها قد تكون بابا لصراعات مختلفة هي في الأساس نتيجة عقد ونصف من حكومة بلا رؤى سياسية واضحة فأخذت العراق من حفرة إلى هاوية